بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عشو مصالين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم الدين معك عبدالله السكري نحضر نتكلم عن CSRF اللي يسموها Cross-Site Request for Gray ودي تعتبر الvermability رقم 8 يعني الفضلين درسين كمان ونخلص الدورة تمام؟ هتكلم عن درس زيادة عن الweb servers وهشرح لك زي نأمن الweb servers بتاعتنا المهم تعال نقول التعريف وبعد كده هتديك المثال باللغة العامية عن اللغة البلدي بتاعتنا وبعد كده ايه نشتغل على الكود ونفهم المضمون نرى التعريف قالك CSRF attack forces an authenticated user victim to send a forget HTTP request including a victim's session cookie to vulnerability web application which allows the attacker to force a victim's browser to generate request such that vernabul ab be received as legimite أو legimite request from the victim let us understand their agents ده المهم قاله ينكمل التعريف ده كله نشرح التعريف بحتة حتة قالك CSRF attack بيكبر الauthenticated user forces يعني يكبر authenticated user يعني user خلاص عامل log in كلمة authenticated يعني هو راجل عامل log in اصلا ما معاكو كي to send a forget HTTP request يعني انا بكبره بالسلطة بتاعته ان هو ينفذ HTTP request وده عن طريق استخدام البراوزر بتاعه يبقى المضوع كله انك بتحاول تستغم سلطة من سلطتك والريكوست بتاعك انت هديك المثال لو في بنت صغيرة اسمها نورة البنت دي كتعاوزة نفسها ومنه عينها ان يتربي قطة فجابت القطة ودخلتها البيت فبنتها امها جات قلت لها انت لي بتربي القطة دي هنا ومحبش القطة وتردتها بره فجي ابوها قال لها انت وقعد بره ليه فقلت لها اماما تردتني عشان معي قطة فقلت لها طب ادخلي وما حدش يطر يكلمك ومش تقدر تعملك حاجة فدوقت البنت عملت request او عملت طلب او عملت حاجة بسلطة مش سلطتها بسلطة ولدها لانه اعتبره هو اعلى سلطة في البيت فسمح لها انها تدخل البيت بالقطة نفس المضمون هنا انت بتحاول تعمل طلب طلبك انت بسلطة بسلطتك انت بتستخدم الكوكيز بتاعت الادمن او الكوكيز بتاعت الممبر او الكوكيز بتاعت اي واحد مسجل وعمل لوقينة على الموقع وبتستخدم الريكوست بتاعك انت بس الريكوست بتاعك انت تعمله انت بس فهمت قصدي؟ يعني انت بس هدوق تعمل الريكوست بتبع دخوله وهو ينفزه بالسلطات بتاعته طب ازاي وليكن عندي صارة CSRF يتمكنني ان انا اضيف عضو جديد في الموقع ده فهعمل بيانات العضو كلها في لينك واحد كريكوست يعني اخترب كلينك وابعطه الادمن واقنع الادمن ده في لينك بتاع الموقع بتاعه خليه شوف مثلا المقالة دي هيدغط على اللينك هوا هيضيفك بالخطأ هوا هيضيف اعضاء في منطده بتاعه او الموقع بتاعه بالخطأ والكلام ده اتكلمنا عليه في C-H وهتلاقيه في الدورب بتاعتنا على القناة حضرك هتدخل على C-H تروح الاول تشوف الاستغلال لان هتكلم النهاردة ازاي نعالج الموضوع وازاي الموضوع بالتاني نشوف بقى الكود بتاعنا هنا اه هنا دبعا ما فيش حاجات تغيرت في الصفحة دي هنا تغير كله شوف انا عملت هنا ايه ركز بقى معي عملت جيت هنا اسم لجقاوت تمام الجيت اللي اسم لجقاوت ده لو كان فيه جيت قولت هنا بقى لو كان فيه جيت اسم لجقاوت حضرتك هتشيل الكوكي كلها يعني الكوكي كلها زي ما تشاف شلتها هنا ايه طبعا انا معلمك الدروس اللي فاتت ازاي تشيل الكوكي حاولت ازاي تخليتها نواقص وشلت القيمة كده الكوكي زيت حزبت كلها وبعد كده ترجعوا لصفحة اسم لجقاوت بيتش بي حلو تعال نشوف هادخل هنا ايه احط ادمين وحط هنا عندي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة ثمانية حلو واعمل لجقاوت قال لي ورقا بادمين طيور سيبانو تعال نعمل لجقاوت طبعا انا المفروض دي كنت اخليها لجقاوت نعدل بس هنا يا جماعة هنا فين لجقاوت انا نخليها لجقاوت اوت بش شاكده كده ندخل تمام لسه معانا كوكي زيت زي ما انتو شايف كوكيز موجودة هنا كلها هاي اهي تمام تعال نعمل بقا لجقاوت اول ما اضغط على لجقاوت هيبقى في جت لان انا مخلي في اللينك بتاعي هنا اول ما اضغط على اللينك هيبدأ اللينك يبقى الجت يبقى موجود اذا دلوقتي نقطول لو كان الجت موجود اللي هو لجقاوت هتبدأ تنفذ الكوت ده فمجرد ما يضغط بص على اللينك ده الجت ايه موجود فاقوم رايح ايه ضغط زي ما انتو شايف حولني على السيشن بتاعي نشوف الكوكي كده ستة كوكي بتاعي نشوف الكوكيز بتاعتنا اللي موجودة هنا هتلاقي كلها اكس بايرد مالهاش قيم محزوفة هنا ايه محزوفة الكنتنت بتاعتها محزوفة فلما اجدخل بعد كده على صفحة الهالة الهالة بيتش بي بس ارجع اني تاني تاني على صفحة السيشن دوت بيتش بي طيب تعالوا بقي نشوف التاكر او الهاكر بيعمل ايه الهاكر عارف ان في جت ايه في الصفحة طبعا بتبقى معظم الصغرات دي في المدونات او في الاسكريبتات اللي بتبقى نازلة تمام راجل عارف ان انت لما قول ما تضغط هنا بيحولك على الجت اللي مجود تحت ده ركز هنا كده وشوف اول ما بروح هنا بالسهل ما تلاقي كاتب هالو بيتش بي وعلم تسفهام ولوج اوت يعني هو عارف ان انت حضرتك لو هو عمل كده وخاد اللينك ده وبعته لك وانت مسجل دخول وانت مسجل دخول هيتطلعك بره فانا دلوقتي جي واحد بعته لي في الشات ولا حاجة وقال لي لو سمحت حضرتك مثلا لو سمحت يعني ادخل على ده ادخل على اللينك ده فأقوم حطه طبعاً أنا مش أخذ بالي فأقومت جاي فتح وأول ما فتحته زي ما أنت شايف حولني على الصفحة بتاعة السشف يعني طلعني برا لموقع وأنا مش عارك ما أخذتش بالي فبوسط على كده أنا أتروح هنا كده هدخل بقى هنا عادي خالص أوه على الصفحة بتاعت هأقوم ما حولني على السشف ليه لأنه خلاص هو حزف للكوكيز الموجودة عندي في المتقص دي وهيبدو يضحك علي يقول لي خلالتك تعمله جاوة وأنت مش عارك في المتقص دي؟ ليه لأن هنا في CSRF مكنته الموضوع دي طبعاً إزاي أتحقق منها؟ بسيطة خاطص هاخد كوكي من الكوكيز دي ولكن الكوكي بتاعت آآ المين خلاص؟ هقوم رايح اللوج أو الد خليها تساوي المين فأنا قلت F6 اللوج أو الد تساوي المين ابدأ اشتغل الكوكي اللي اسمها مين دي فأخد الكوكي بتاعتك كده قابي كمام؟ وهم آية اللي هنا تساوي اللي هو المين تعال بس نشوف لما يضغط لما نروح على على القدم اللي هيبقى موجود فعلاً اللينك هيبقى بشك كده ولقه نتفعل نتفعل ادمن دخلني انك فيه غلط هنا كده فعلاً نشوف هنا كده برضه نفس الغلط لان احنا عطينا المؤلمتين اخد بالك تمام؟ تعال بقى نشوف هنا الخطأ اهي بموجود واللقه نروح هنا زي ما انت شايف القيمة بتاعته بتاعت الكوكيزين ايه لاحظ؟ لاحظتها موجودة تحت هنا ايه بص تحت هتلاقي تحت في اللينك هنا في الجزء ده هتلاقي القيمة بتاعته واخد الايه الكوكي فهو طبعاً هجيب الكوكي منين؟ عمره في حياته ما يجيب الكوكي لو لو نط ووقف على شعر راسه كده مش هجيب الكوكي لما يكون قاعد على الجهاز بتاعي وفتح الممتصفح بتاعي كمان فلو بعث لي اللينك اقول له روح لماما لو دلت على اللينك مش يحصل حاجة فانا اقوم اتأكد بقى هنا واقول ايه؟ اقول له بكل بساطة ما تتأكدش ان فيه لوج اوت بس لا تتأكد انه قيمته تسوي قيمة المين اللي فوق ده فانا اقوم واخد قيمة المين ده كده واقول له and المتغير اللي هو مين؟ اللي هو لوج اوت اللي هو موجود فين؟ اللي هو موجود فوق هنا ده تمام لو سمحت يساوي قيمة مين؟ قيمة الايه؟ المتغير ده لازم يساوي قيمة المتغير ده حضرتك هتنفس ده تعال كده نشوف حد اقضت هنا زي ما انت شايف طلعت القيمة هنا هاي بس لاحظ انه يحطيلي علامة ايه؟ بيرسنت هنا كده بالشكل ده فمفوض هو يحوني تعال وقوم مسلا تساوي تساوي تمام نبدأ ان احنا نضغط على اللينك تاني نفس المشكلة برضه عشان واخدين المسافة اه واخدين مسافات فوق في اللينك على ما اعتقد فهيعمل انكود تعال ما ناخدش المسافة خالص كده ايوه وبعد كده نعمل هنا مطبعش لايه؟ الكلام ده تمام اتنفذ اوه وحولني تعال نشوف هنا الكود بتاعتنا دليتد ولا مش دليتد نشوف دليتد ولا مش دليتد دليتد الحمد لله وتنفذ كل حاجة تعالوا بقى نوم رايحين واخدين صفحة الايه؟ الهالو كده وقوم حاطط له هنا وراجل بعتلي اللينك تعال نعمل تسجيل دخول الاول هدخل اعمل تسجيل دخول اهو واع اتنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة تمانية وعمل قال لي ايه؟ هالو هنا اهو كل حاجة يعني كده ودوقت هم سجلوا معايا الكوكيز وشغالة والكوكيز موجودة اهو طيب موجودة هنا يلاقية هاخد بقى اللينك ده وابعته ايه؟ للضحية هل هيشتغل؟ لا والله لازم اللوج او دي تساوي حاجة قيمة من قيمة الكوكيز فهدخل اوه تدخل هنا بره اهو لازم بقى اللوج او دي تساوي الكوكيز اللي انت شايفها تحت في اللينك تحت هنا وبص هنا كده اهو شوف مطبوعة تحت ايه؟ مطبوعة تحت عند شرية المهام بص هنا هتلاقيها موجودة ايه هو بقى هاجيب قيمة الكوكي منين مستحيل ده احنا عاملينها عشواء ده يعتبر الحل بتاعها يعني احنا عاملين هنا قيمة عشواء ايه؟ شوف كنا مشفرينها كمان هاجيبها منين؟ مش هاجيبها فاعرف انك لازم ايه؟ تحشر الكوكي والسيشن في كل حاجة كل حاجة اعمل لها السيشن اعمل لها سلطة بحيث ان ما تبقاش الموضوع سبه هلال عندك في الموقع كده وايه حد يقدر يعمل حاجة تمام؟ اتمنى اكون درسين عجابكم شكرا لكم كما معكم عبدالله السكري